ومن هنا تجد هؤلاء الاعلام الحق والانصاف حاولوا بكل ما اوتوا من قوة مولانا ان يستخرجوا الموضوعات مو الضعيف فقط شنو الموضوع المجعول المصنوع خلي فقط اشير الى بعض المصادر اللي اخوهم يراجعون المصدر الاول اعزائي الموضوعات من احاديث المرفوعات لابن الجوزي اضواء السلف المتوفى خمسمية وسبعة وتسعين يقع في اربع مجلدات الاخوة يراجعون الثاني اللآلي المصنوعة اعزائي اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي المتوفى تسعمية ودعش من الهجرة الثالث العلال المتناهية في الاحاديث الواهية ايضا لابن الجوزي المتوفى خمسمية وسبعة وتسعين الرابع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ابن عراق الكناني المتوفى تسعمية وثلاثة وستين من الهجرة الخامس الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني الزيدي المعروف المتوفى الف ومئتين وخمسين من الهجرة الخامس السادس كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للعجلوني المتوفى الف ومئة واثنين وستين الاخوة اللي يردون مولانا عدون خلق مولانا هذه موسوعة الاحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة جمع في هذا الكتاب واحد وثلاثين الف وخمسمية وسبعة وسبعين رواية هذا المجلد الثاني عشر من بعد مولانا سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيء في الامة هذا ان شاء الله بعد ذلك ساقف فد نموذج اخف عدكم فد نموذج وان لا قل ما اقدر قد يقول لي قال فد نموذج من هاليوم بروحوا ابحثوا اذا صار وقت بكرة وبعد بكرة نبحثه تفترقوا امتي هاي الحديث موضوع مولانا الواجنوا خلوا ان شاء الله سنقف عند تفترقوا امتي على الفرقة المحقة الفرقة المحقة طبعا هاي الفرقة المحقة مو بس احنا نقول هما مجينو بل كل من دا يقتل الناس ام يقول شنو انا الفرقة المحقة مولانا والا الان الدواعش اللي دا يقتلون يقولون احنا الفرقة الباطلة هو احنا الفرقة شنو المحقة اللي دا يصدرون الفتاوى مولانا يمين ويسر مولانا هذا طالع هذا داخل ما يعتقد مولان هو هو الفرق المحق هذا من رجل بيني وبين الله هذا المجلد الرابع عشر القسم الثالث اهنانا احصى عزيزي سبعة آلاف التفتوا جيدا احصى في هذا الكتاب سبعة آلاف سبعة آلاف ومية وثين وستين رواية وفي الاعم الاغلب مو ضعيفة وفي الاعم الاغلب ماذا من الموضوع